ليش هذه الأفكار يعني ما بتكون يعني ما وردت قبل كده على المهرجان نعتقد أنه من السهل جدا تحقيقها لأنه ممكن الواحد ينسق فقط مع مدينة الملكة عبدالعزيز يمكن ينسق مع هذه مؤسسة المغوبين ويمكن أن تعرض أعمال الشباب والشبات من المخترعين والمخترعات سوف تأخذ هذه إن شاء الله إن شاء الله تأخذ بعيدا شكرا يا عماد على الاتصال وإن شاء الله افتراحك وجيه سنأخذ بعين الاعتبار عموما دكتورة أنا شكرا جدا حضورك معنا وشكرا جدا المعلومات القيمة التي أعطيتيها عن النشاط النسائي في الجنادرية السابطاش وإن شاء الله مزيد من التقدم في الجنادريات المقبلة بإذن الله شكرا جزيلا يا دكتورة والآن أعزائي المشاهدين نعود إليكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر موسيقى أهلا بكم إلى يوم جديد يوم رائع في احتفاليتنا بمرور عشرين عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله مقاليد الحكم في البلاد هذه المناسبة الغالية علينا جميعا ألهبت قرائح الشعراء وطبعا الشعراء هم مرآة الشعوب وهم مرآة الأمة يعكسون مشاعر الشعوب بشكل وبعبارات موزونة ومقفة اخترت لكم أبيات كتبها طبعا بعضها من قصيدة كتبها الشاعر المجيد طبعا كانت هذه أبيات صاغها شعرا الشعر المجيد الأستاذ أحمد سالم باع عطب نتحدث اليوم عن الدين الإسلامي كيف هو دين محبة ورحمة وعطاء وبذل والمجتمع السعودي مجتمع مسلم يقدم المعونة ويقدم للمحتاجين وللضعفة وللفقراء كل ما يحتاجونه وهذا الجانب بالذات نال نصيبا كبيرا من اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يحفظه الله فالآن في المملكة يمكن أكثر من 153 جمعية خيرية منها 20 جمعية خيرية نسائية في هذا الموضوع سنتحدث مع ضيفتنا الدكتورة هاتون أجواد الفاسي وهي أستاذة في جامعة الملك سعود والكاتبة بصحيفة الوطن سنتحدث معها في هذا الموضوع ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير جمعية الوفاء 20 عام وأنت الإمام أيها الأخوة والأخوات معنا كما قلت لكم الدكتورة هاتون أجواد الفاسي وهي أستاذة في جامعة الملك سعود وكاتبة في صحيفة الوطن نقول لك مرحبا بك دكتورة هاتون دكتورة هاتون أنت عضوة في الجمعية السعودية الخيرية للتربية والتأهيل ليتك تحدثين عن دور الجمعيات ومواقفها خلال العشرين عاما؟ الجمعية التي أنتمي تشرف بعضويتها جمعية خاصة أو تحتم بالفئات الخاصة وهذا يعني فطاع من الجمعيات الخيرية الذي أخذ ينتشر وتظهر مع زيادة الحاجة إليه في الآونة الأخيرة أو في أقل من العشرين سنة الأخيرة نخلينا نقول من الستعشر سنة الأخيرة وهي في الزيادة المطرد وذلك تجاوبا مع الاحتياجات المتنامية في المجتمع ومن ناحية الخاصة بهذه الفئة ومن ناحية ثانية زياد الوعي بوجود فئة بحاجة إلى معونة بحاجة إلى اهتمام ذو صفة خاصة سواء كان تعليمي أو صحي أو خدمي فهذا أدى إلى إنشاء جمعيات تتولى هذه الناحية نعم في بعض الجمعيات الخيرية الخاصة بالفئات الخاصة منها ما هو بشكل متكامل هو خاص بهذه الفئة أو أحياناً بيكون مجرد لجنة أو فرع من إحدى الجمعيات الخيرية زي جمعية النهضة أو جمعية الخيرية النسائية جمعية النهضة الخيرية النسائية مثلاً فيها فرح خاص بمدرسة خاصة بمتلازمة دون هذه الجمعية الخيرية للتربية والسعودية للتربية والتأهيل خاصة أيضاً بالأطفال والفئة التي تعاني من متلازمة دون وتهتم بتأهيلها وتدريب سواء الأهالي أو تدريب الأطفال نفسهم للاعتماد على النفس نعم أيضاً للجمعيات الخيرية الدكتورة هاتون تقدم المعونات للأسر المحتاجة وغير أنها تقدم المعونات أيضاً يعني تحاول في مثلاً مقولة تقول إذا أردت أن تنفع المحتاج يعني لا تعطيه كل يوم سمكة لكن علمه كيف يصطاد السمكة فأيضاً هناك دورات تقيمها الجمعيات لأمثال هؤلاء مثلاً من الفتيات اللواتي يريدنا العمل فلو تحدثنا عن هذه الوظائف التي تؤهلهن للقيام بدورهن أيضاً في المجتمع أعتقد أن تتحدث عن نقطتين في نقطة تعليم الجامعي خلينا نقول الذي استحدث ليغطي الحاجة إلى تعليم هذه الفئة وهو قسم التعليم الخاص الذي أنشأ في جامعة الملك سعود في نهاية الثمانيات الميلدية أيوة وهذا القسم لم ينشع إلا بعد أن تنمت الحاجة إلى التأسيت وبالتالي أصبحت المراكز المختصة بتعليم تدريب الفئات الخاصة يدار ويدرب من قبل طالبات ومن قبل كوادر الوطنية سواء كانوا نساء أو رجال فهذا أعتقد جانب مهم على مستوى الأكاديمي وأيضاً للعلمي لأنهم يطبقوا كثيراً في مراكز مختلفة على المستوى التدريبي الآخر لتدريب الأمهات هذا أعتقد الجانب للجمعيات هذه أيضاً بتقدمه كخدمة خدمة طبعاً من حق خدمة ليست طبعاً تكاربون إنما خدمة كجزء من مهامها إنها بتقوم بتدريب الأمهات كيفية التعامل مع أبنائهم وبناتهم يعني من خلال تنظيم مثل الندوات والمحاضرات أو رش العمل بالتحديد أو الحضور اليومي إلى هذه المراكز ومتابعة أبنائهم وبناتهم نظر لأن هذه حاجة ملحة إيش الغرض في النهاية من إنشاء كل هذه المراكز هو تدريب الطفل والطفلة منذ الصغار ذوي الإحتياجات الخاصة سواء اللي عندهم مثلاً فصور عقلي أو بدء أو مشكلة مثلاً تعوق بدني أو ما سوى إنه يعتادوا على الاعتماد على النفس يعني التدريب هي الغرض الأساسي هو تدريب على اعتباد على النفس وعلى أن يصبحوا فاعلين في أضاء فاعلين في المجتمع وبعتبر إنهم هم جزء من مجتمعنا هذا من جانب آخر لابد أن ندرك أن النسبة أو العدد هذه الفئة عدد كبير في مجتمعنا وبشكل عام في المجتمعات العالمية على مستوى العالم يعد الفئات الخاصة نسبتهم يعني تقارب ما بين 10 إلى 15% من عدد السكان هذا يعني أننا في مجتمعنا وحده ما يفوق المليون معوق أو فرد من ذوي الإحتياجات الخاصة جميل دكتورة هاتون معلش بس دقائق معنا دكتورة هند الخبيلة رئيسة مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية والمنزلية وأيضا رئيسة قسم الدراسات العليا بجامعة الملك سعود نقول مرحبا بك دكتورة هند ألو ألو مرحبا دكتورة هند نسمع صوتك بس أترفعين صوتك إذا سمحتي وتفضلي أنت على الهواء أقول مرحبا نعم أحياك الله دكتورة الله يخليك ويبارك فيك وسعداء بتواصلك معنا الله يسلمك دكتورة هند ودنا نتحدث موضوعنا اليوم عن الجمعيات الخيرية وما تقدمه الدولة للأسر المحتاجة وللضعفة أيضا فليتك تتحدث معنا من جانب كونك رئيسة مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية والمنزلية الحقيقة في مؤسسة الخيرية للرعاية الصحية والمنزلية أنا أمينة في المجلس ورئيسة المجلس هي صاحبة السمو الأميرة حصبة راد الشعلان نعم 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 نائبتها في الغربية أميرة عادلة بس عبدالله بن عبدالعزيز نائبتها في الجوف الأميرة سارة بن عبدالله بن عبدالعزيز فبدأت المؤسسة الخيرية للرعاية في المنزلية بتوجيهات من صاحب السمو الأميرة عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة سريحة من المجتمع نعم الحقيقة تكون إما لديها حالة مرضية مزمنة دكتورة هند لو ترفع لنا صوتك الله يسلمك لديها حالة مرضية مزمنة كحالات الأمراض السرطان المتأخرة أو الشلل الغرباعي أو الموت الدماغي هذه الحالات عادة لما يصل المريض إلى هذه المرحلة المستشفى ستعطيه خروض نعم فالبيت لا يعرف أو لا يتقبل وجوده في هذه الحالة المزمنة وفي هذه المرحلة المتأخرة لا يعرف أن يتعامل مع المريض في هذه الحالة نعم فيبدأ يشعر المريض أنه غير مرغوب فيه سواء من المؤسسات الصحية أو من الأسرة نفسها تصرف بعض الأفراد غير مرغوب فيه كتعامل وليس كأحاسيب نعم فأتت هذه المؤسسة لتضمد هذه الجروح وترسم بسمة على شفاه 90% منهم قد تكون صامتة لأنه كثير منهم قد لا يستطيع أن يعبر عن احتياجه نعم حتى يهيئ له أجهزة طبية كترير طبي ككرسي متحرك كهربائي أو عائدي يعني كل ما يحتاجه كل ما يحتاجه نعم 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 وحينا الحقيقة انطلقت هذه المؤسسة وهي تعمل بأعضائها ومجلس إدارتها وفي أنشطة خيرية من خلال العام الدراسي نعم الحقيقة تتاهم في كفالة هؤلاء المرضى نعم دكتورة هند الختيلة شكرا لك هذا الاتصال لأنه حتى الصوت مو وصلنا جيدا لكن إن شاء الله نحاول في لقاءات أخرى أن نتصل بك شكراً لدكتورة هند دكتورة هاتون في دقائق قليلة الوقت دائماً يداهمنا كالعادة نتحدث عن تعليم البنت أو إذا أردت أن تخدمي حديثنا برسالة معينة أفضل أترك لك نعم أعتقد أنه مدام جات فرصة الواحد يتحدث عن الفئات الخاصة ودور المجتمع ومسؤولية المجتمع تجاه هذه الأفيا أرى أنه لابد من التأكيد مرة أخرى على المسؤولية